اشتركوا في القناة الغيث الذي طال انتظاره هدير الجرافات وهي تنقض على أكشاكهم وبسطياتهم تحت بند إزالة التجاوزات يكاد ينتزع أرواحهم التي تتعكز على ما أبقته السنين العجاف من أجسادهم المرهقة فيما يقف المسؤولون غير بعيد عنهم وهم يوجهون أوامرهم لتجريف كل شيء وكأنهم يسرقون اللقمة من أفواه أطفال هؤلاء المنكوبين هكذا يصف أحدهم المشهد المجلس الاقتصادي العراقي حذر من ولادة جيش من العاطلين في البلاد بسبب كورونا مؤكدا أن عددا من شركات القطاع الخاص تضررت كثيرا من جراء الفيروس وإن استمر تعطلها ستسرح أعدادا كبيرة من الموظفين لعجز هذا القطاع عن تأمين الرواتب بالتزامن مع استمرار صراع محتدم بين شركاء العملية السياسية على المناصب والصفقات المشبوهة أزمات متلاحقة لا يكاد العراقيون يخرجون من إحداها حتى تحاصرهم أخرى فأمن مفقود وأحزاب متصارعة ووطن منهك مدمر ونزوح وتشرد وبطالة وفقر وعوز لتأتي كارثة كورونا بمزيد من الأسى فيعلن حظر التجوال ويتوقف الزمن وأعمال البسطاء وذو الدخل المحدود والفقراء وتأتي الحكومة بعد كل ذلك وتصب الزيت على النار فتغلق آخر ما يمكن أن يعتاش منه المنكوبون في بلدهم لكنها تذر رمادة في العيون وتعلن عن تخصيص ثلاثين ألف دينار شهريا لكل فرد من الفقراء بما لا يعادل أربعة أرغفة من الخبز يوميا على معيدة الفقراء الخاوية من الجوع الذي رسم ملامحه على وجوههم ترجمة نانسي قنقر